أنا هقول لك المشكلة فين؟ الأول بس حابب أقول لك حتى رقمية كده عشان تعرف الأهلي فين؟ الأهلي في آخر مباراتين بس آخر مباراتين بس عمل 33 فرصة ما بين عادية وما بين محققة آخر مباراتين لهم المبارات الأخيرة أمام سموحة والمبارات بتاعة النهاردة بتاعة يانجا أفريكنز في 33 فرصة النادي الأهلي بيسجل هدف من خطأ دفاعي النهاردة الهدف اللي جيه رغم أن الأهلي عمل كذا كرة حلوة جدا بخطأ دفاعي تمام؟ تمام النادي الأهلي في آخر 3 مبارات النادي الأهلي في آخر 3 مبارات بمبارات اليوم جاء له 36 ضربة ركنية اللي الأهلي تميز فيها جدا الموسم الماضي ركنيات وكرات السبت منهم الهدف اللي كسب الأهلي دوري أبطال الأفريقية طبعا فاكرينه بتاع علي معلول محمد عبد المنعم قدام الوداد خلص بيه البطولة 36 ضربة ركنية الأهلي ما سجلش منهم واحدة واحدة بس إذن هناك مشكلة عند لعبي النادي الأهلي مش المدرب طيب هتقول لي يا كريم مش هما دول اللعيبة اللي انت وغيرك كنت بتقول عليهم يا سلام وعال روعة والجمال الموسم الماضي هاتوا يا جماعة الأرقام احنا بنشوفها واحنا بنتكلم احنا يا سلام على الأداء الرائع بتاع لعبي النادي الأهلي وعلى أداء ومميزات لعبي النادي الأهلي واحسن لعبة في القرى الأفريقية هو انتوا بتغيروا كلامكم دلوقتي علي أنا وغيري يعني لا الكلام ما تغيرش عشان يبقى حسين الشحات واحد من أهم اللعبين في مصر عشان يبقى كهرباء واحد من أهم هدفين النادي الأهلي عشان يبقى برستاو واحد من أحسن المحترفين الموجودين في الكرة المصرية علشان يبقى كريم فؤاد كان هدف النادي الأهلي بداية الموسم الماضي قبل الإصابة علشان يبقى طاهر محمد طاهر المفروض واحد من أهم المواهب الموجودين في الكرة المصرية علشان يبقى صراح محسن من المفترض واحد من أفضل اللعبين اللي بلعبوا على التحولات وعنده سرعات وكلام عظيم من ده عشان يبقى أفشا واحد من هدف النادي الأهلي واحد من أهم اللعبين علشان يبقى إمام عشور واحد من أهم اللعبة اللي عندها حلول كل دي الأسماء اللي بقولها لك انت وانا عارفين انه ما زال عندهم الامكانيات دي طايم ايه المشكلة يا عم كريم ما تقول لنا وخلص ايه الحكاية فين هقول لك رأيي هقول لك رأيي مجرد رأي ده رأيي بقى ملوش علاقة بمعلومات او حاجة هقول لك معلومة بعدها تربط مع الرأي ده الرأي النسانة اللي فاتت لو تفتكروا الاهلي لما خسر من سان داونز الجنوب افريقي بالنتيجة الشهيرة بخماسية وتصورنا ان النادي الاهلي هيخش في مرحلة انهيار كبيرة النادي الاهلي توحش وخد كل البطولات الممكنة قدامه يا عم لانت لسه خسر خمسة لا بس انا فقت طيب ما اقول لخسر خمسة بنفس اللعيبة دي هم اللعيبة اللي كسب الدورة ابطالة الافريقية اه بس انا فقت طيب ايه اللي فوقك هقول لك بس ما تزعلش مني وخدها مني وركز فيها شوية الاهلي لما خسر من سان داونز بخماسية مجلس ادارة النادي الاهلي قرر انه يخصم عشرة في المية من عقود كل اللاعبين كعقوبة صارمة وقواية جدا على اللاعبين بعد النتيجة الكبيرة دي اللي ما تصحش تحصل في النادي الاهلي والاهلي ربط فوز الفريق بدوري ابطال افريقيا بانه يرفع هذه العقوبات والاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا لما تخصم منك عشرة في المية وعرفت انك مش هترجعهم الا لما تكسب البطولة تسبت البطولة هي عادة في اللاعب المصري واخليني اقفلها على اللاعب المصري عشان يا مكتبة اكبر من كده بس خليني اقول على اللاعب المصري مش لاعب النادي الاهلي بس اللاعب المصري لو انت ما حطيتوش تحت ضغط اي ضغط اي ضغط وابرزهم ضغط المال انا هاخصم من مستحقاتك انا هعجبك بامور مالية ما بيتحركش فيابدو في رأيي ان قلة التركيز وليس قلة الامكانيات انا مش بتكلم على امكانيات لعيب الاقلي قليلة كبيرة وعظيمة انا بتكلم على قلة التركيز واضحة سببها هي اني امنت العقاب ما ما خلاص الدنيا مش كويس احنا ما انا مسلم جميل ومحدش بيهددني باقوبات وخلاص فهي بنصبها تمشي زي ما تمشي فانا في رأيي النادي الاهلي لابد ان يتخذ قرارات صارمة بخصوص عدم تركيز لعبية هتقول لي وانتري ما حسسني ان الاهلي في ازمة انا اكتر واحد قلت ان الاهلي مش في ازمة ولا في كارسة بس التراجع ده هيفضل يوديك 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 لأزمة او كارسة انت مش حبيبها كمشجع للاهلي ولا اقدارة النادي الاهلي ولا الجهاز الفني للنادي الاهلي فلازم من دلوقتي مش لازم تخسر بخمسة عشان تاخد كارات صارمة ولا برضو لازم بكرة تخسر 10% من عود اللاعبين هتبقى برضو حاجة غريبة بس هدد خوف اقلق قول يا جماعة الكلام ده مش عاجبني مش كله على موديل فني اشتركوا في القناة